السلام عليكم عندنا هذه قطعة عمل مثبتيها بهذا الشكل بعد المعالجات الحرارية تم تثبيتها على ماكنة بلغرية بعدما ثبتناها على ماكنة بلغرية بدينا قللنا القطر الموجود عندنا هذا هذا القطر الموجود عندنا وباعتين ثبتناها لأن هذه العينة كانت أكبر هسا ثبتناها على عينة أصغر كما موضح بهذا الشكل فثبتناها على عين اصغر ليش هنا حتى نبدي نسوي لها مسكة لان هذي هنانا بعدين رح نسويها تيبر من الجهتين فمسر حصير تيبر من الجهتين حتى نقتصد بالوقت مالتنا والمجهود رح انتبت بماكنة جهاز السلب الاضافي حتى نبدأ بعملية التشغيل هذا الجهاز السلب الاضافي رح انتبته هنا شوفوا هذا مكانه وهذه الزاوية مالتة اللي رح انتبته احنا هنا طبعا القطر انا ما ذكرته القطر كان اربع انجات سوينا انجين وهسه بعدين رح نبدي بالتيبر اللي يمكن 16 درجة الزاوية مالتة يعني هذا رح نسويه على 16 درجة عملية التشغيل رح اتم بها للشكل القلم المستخدمي هو قلم ذات لقمة كاربيدية معينية الشكل طبعا هذا التشغيل بعد المعالجات الحرارية ان شاء الله بالفيديو الثاني رح ابدأ اشرح عن السلب الاضافي وشون اثبت القطعة مالتنا وابدي اشتغل وشكرا اشتغل